تتعالى الأصوات وترتفع الأياد في التظاهرات التي يشهدها العراق وتوشيك الانتفاضة أن تدخل ربيعها بعد فشل قوات الحكومة والميليشيات في وادها ولأن الفساد الحكومي في البلاد تعدى حدود المنطق والمعقول فإن مطالب المتظاهرين هي إسقاط الأحزاب الفاسدة والعملية السياسية المعتملة المتظاهرون في عدة محافظات كالبصرة والنجف والقادسية وميسان وذقار دعوا إلى احتجاجات واسعة ضد الأحزاب الحاكمة ومنددين بسياسة التسويف التي تمارسها حكومة العبادي ومجالس المحافظات إزاء مطالبهم أضو مجلس محافظة الذقار شهيد الغالبي ردا على ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين قال إن من المستحيل تحقيق المطالب لسيما التي تدعو إلى تحويل النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي لافتا إلى أن مطالب المتظاهرين تخطت توفير الكهرباء والماء إلى الدعوة لإقالة محافظة ذقار وحل مجلس المحافظة متوقعا أن تبلغ المظاهرات ذروتها يوم الجمعة المقدمة هذا كله وسط عجز حكومي تام عن تلبية المطالب كما اعترف بذلك عضو اتلاف المالكي وائل عبداللطيف الذي عزى ذلك العجز إلى تركيبة النظام السياسي المبني على المحاصصة حيث يتم التغاضي عن فساد الأحزاب لمصالح سياسية كما أشار النائب عبداللطيف إلى أن كلمة مزورين ستكون العنوان الأكبر للحكومة المقبلة في ظل التزوير الكبير الذي رافق الانتخابات البرلمانية الأخيرة بيد أن مراقبين يرون أن العجز الحكومي أمام مطالب المتظاهرين ينطوي على أمرين الأول أن الفساد الإداري المتفشي في الدولة وضياع خزينة البلاد يقفان حائلا أمام إصلاح البنية التحتية المهترئة وإعادة الخدمات الأساسية أما الثاني فإن العباد ووزراءه ثم البرلمان السابق واللاحق لا يسمعون صوت الشعب لا سيما وأنه ينادي بسقوطهم بل ومحاكمتهم